أهلا بحراتكم الجديد وما زلنا في الملف المحلي بعد ما خلصنا الملف الأفريقي وكان النادي الأهلي أصدر بيان عن فكرة التحكيم والأخطاء التحكمية وكان توقيت بيان النادي الأهلي كان مهم جدا لأننا بدأنا نشوف أخطاء تحكمية بشكل كبير جدا وأنا متوسم خير في ربطة إلندية أنها هتكون حريصة كل الحرص على إصلاح الحالة التحكمية اللي تسبب فيها مع كامل احترامي لمن تعقبوا على اتحاد كرة القدم المصري في وصلنا أن يكون الشكل ده وبنغدع أنفسنا وبنقول أن احنا التحكيم المصري بخير وبنيجي نشوف مباريات هتحدد الصعود لكأس العالم مع منتخبات خمس منتخبات بتواجه خمس منتخبات بنلاقي حكم مصري واحد حكم رابع أعتقد ما فيش حاجة اسمها التحكيم المصري بخير وإحنا كنا رواد في التحكيم المصري نصل بتحكيمنا للحالة دي في المواجهات المهمة اللي احنا مش متواجدين فيها الدليل على أن التحكيم المصري يكون بخير أننا نلاقي على الأقل طاقم تحكيم بالكامل أن لم يكن اتنين متواجدين في مباريات النوك أوت أو الصعود لكأس العالم بين منتخبات أفريقية العشرة اللي بيتصاروا على خمس منتخبات وانا تمنى ان شاء الله أنت تتحك دي مضحك عشان فاكر في كاس الأمم لما عرضنا قيمة الحكام المصريين فيها وأنا قلت لك إيه؟ والكلام ده نحن بندفع ضريبة ترد التحكيم وانت قلت لي أنا متفائل طب نديهم فرصة لا خد بالك لا 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 احنا تكلمنا على اتنين حكام قلنا خلينا نكون معاهم لأن الطبيعي أنه هما بيمثلوا مصر أو التحكيم المصري يكون طبيعي خس أنت متوقع إيه نتاجي المستوى هو ده سامة وانت متوقع إيه نتاجي المستوى ده أنا معروف أن أنا ما بيني وبين التحكيم لا أنا كله أنت عندك البنس تسنق شوية أنا يا جماعة وهو ده والله الأهم كمان قبل ما نروح للفقرة أن التحكيم المصري إحنا بنتكلم في كل كلمة قالت في الفقرة دي لو حد بيشوف أن ناس بتتكلم عشان خاطر النادي الأهلي وهو جزء على فكرة من الكلام بس بموضوعية شوف إحنا قلنا إيه هنا لو تفتكر رسالة من شهور ده رسالة أنا قلتها بوضوع اللي بيقول التحكيم المصري مش بخير أنا قلت والله العظيمة بخير لا ده سيبك بقى ده أنت بتتكلم في مفهوم عام أنا جيت هنا من حوالي أربع شهور وقلت رسالة كده الكابتن عصان عبد الفتاح قلت له عندك مشكلة كبيرة جدا عارف فكرة صلاح الدين يحسن اختيار صفراءه أنت لم تحسن اختيار صفراءك لسبب أنت حفصت على نفس الحرس اللي موجود بقيادة وجيه أحمد اللي هو كان المشكلة الأساسية في الموسم اللي فات وانت اشتغلت بنفس الأدوات فاتمر الدنيا ويرحل دلوقتي وجيهها أنت شايف الرسالة الكابتن عصان عبد الفتاح أنه لم يحسن اختيار أنت عندك مشكلة فينا ده كابتن عصان عبد الفتاح السفير اللي اختاروا من اتحاد القرى يعني لا كان فيه حسن اختيار سفير يدير منظومة اتحاد القرى الفترة الماضية ولا حسن اختيار رئيس لجل حكام وعشان كده أنا بتشعلق في الأمل الأخير ربطة الأندية اللي أنا متوسم أنها تقدر تحيل المشكلة دي ناس بتسعى لإصلاح منظومة كرة القدم المصرية خدوا خطوات عجبني جدا النائب أحمد دياب وبيتكلم مع الزميل إبراهيم في وبيتسأله الزميل إبراهيم في سؤال أنت راضي بنسبة كام عن أداء ربطة الأندية في أول سنة لها قال له 50% أنا بحب كده أنا بحب أنه ما يطلعش يقول إحنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا ونبدأ نعدد برغم أنه عنده اللي يقوله أنه عمله ولكن فكرة أنه وصل لمرحلة 50% فهو عايز الأفضل وعشان هو عايز الأفضل أنا متأكد أنه هيكون حريص على التعامل مع منظومة التحكيم المصري بشكل مختلف تماما عن اتحداث قرة القدم المصرية وبشكل مش هيتحك الإعلام أو أيا كان الإعلامين المتواجدين سواء منافسين على ربطة الأندية من وجهة نظري في قصة تصدير أندية مظلومة من التحكيم على مدار الوقت وهي أكتر أندية مستفيدة من التحكيم وبالتالي الأمل مع كامل احترام الكابتن أصبح مفتاح أنا شايف أنه عشان نختار سفير جيد للتحكيم المصري أنا شايف لازم منظومة احترافية لازم رئيس لجنة حكام يكون محترف أيوة محترف دون التشكيك في وطنية أي أحد عندنا فين جادة المستشار الفني للتحال الكرة محترف عندنا كيروش محترف عندنا موسيماني عندنا بيريرا لسه راجع ومحترف وكان قابله كارتيرون ده لو يقلل من وطنية أي شيء أنا عايز أصلح المنظومة دي فلازم يكون هوية مختلفة عن هوية الاحتواء وبنتكلم بوضوح الاحتواء اللي طلع يتكلم عنه محمد عادل هو دفع ضربته فقط لغير لكن أنا بقول دي سياسة تحكيم مصري متواجدة من قبل رؤساء التحكيم اللي مروا على الجان التحكيم وبالتالي الإصلاح من رئيس تحكيم أجنبي بالضبط لأن حتى إقرار عصام عبد الفتاح إن جزء من هوية الحكم وصلاحياته زي ما حاول يبرر وقتها وفكرة إدارة المباراة ده كان شيء خطأ كبير جدا ونتج عنه أخطاء ولكن بمناسبة ربطة الأندية في سؤال لما تيجي تسأله لنفسك تتخض إيه المكون الأساسي لجودة منتج الدوري المصري في رأيك إيه العنصر الأساسي في جودة ومتابعة منتج الدوري المصري أولا الملعب لا الحالي إيه العنصر الأساسي الجاذب هو النقل التلفزيوني اللي حصل فيه تطور هو ده الواضح لكل الناس أقول سؤالي بإجابته يمكن يكون أوضح للناس أنا في رأيي أن العنصر الأساسي في جودة الدوري المصري الحالي هو النادي الأهلي وده مش مفترض أنه يكون الحاصل إنت زي بقى ما أنت قلت الإجابات إنت على فكرة كنت بتجاب الإجابات المنطقية نقل تلفزيوني تحكيم ملاعب جودة بس كل حاجة ممكن تتخيلها هي دي المكون إنما في رأيي يا جماعو ده محتاج يقعد أسادزة الرياضة في الصحافة على مدار سنوات والأسادزة الأكاديميين يقعد يتكلمون أنه فيه مؤشر خطر جدا الدوري المصري قائم على لا أيضا لا ننكر الندية بين الأهل والزمالك لا ده ما جاي أقول له ده كمان خلينا نكون حقيقين لا حتى بعيدا عن أهل والزمالك خلينا أقولك لا فيه فرق يعني فيه برده واضحة حاول الفكرة إن تجاي بتتكلم ما هو أنت بتتكلم على مستوى عدد تحقيق الألقاف فهتلاقي فيه جاب فإذن هو الدوري أصلا بطبعه قريب من الدوري الألماني فكرة تصدر النهل الأهلي ولكن خلينا يكون وقعي زي ما كنت لسا هكمل الندية اللي موجودة بين الأهل والزمالك تاريخيا يمكن حتى لو مش منعكسة قوي فنيا لسنوات ولكن ده مكون رئيسي الدوريات الكبيرة عشان تصنفها بيبقى التنافسية والندية وجودة وكفاءة الأندية ونتائجهم هو جزء مهم جدا بس جزء من عوامل كتير جدا عشان كده الدوري المصري برياته وبتاريخه جا فترة لا أجماعة الدوري آخر موسيمين 3-4 على فكرة ملوش علاقة بالتنافس احنا كنا في 2005-2006 لقى لمسيطر والدوري المصري جودته كبيرة جدا عربية احنا بعدنا شوية وعشان كده يحسب لربطة الأندية ان معاها الباور وده واضح جدا للجميع ان هي تشد فكرة الدوري المصري ويبدأ ترجع له التنافسية على المستوى مش الفني لان التنافسية انت لو بدأت يدخل في التنافسية الفنية بقت مشكلة وده معيار مهم جدا الناس تفرق انت لو بدأت تدخل في التنافسية الفنية انت هنا بتعمل مشكلة انت هنا طرف محايد ولكن التنافسية ككواليتي دوري مقارنة بالدوريات العربية خلينا اكمل بس على كلامك عشان انا مش عايزة استثني بيرامدز من الامر بيرامدز عنده قيمة تسوقية عالية عنده لعبين بيلعبوا دوليين عندنا كمان فريق فيوتشر طالع بطموحات كبيرة جدا واضح جدا ان فيه يعني استثمار فيه الدوري المصري من قبل فرق ممكن انها يكون لها شأن فيه اشعال المنافسة حتى في المربع الزهبي يتبقى فكرة العناصر الاسية النقل التليفزيوني الملاعب الموعيد الرعاة البس كمان التحكيم ده عنصر مهم جدا وعشان كده انا برجع لكلامي مرة اخرى متوسم ان يكون فيه جماعية عمية فيه اتفاق على نقل صلاحيات لجنة الحكام من مقر الاتحاد القرى الى ربطة الانديا بالنسبة لي ده في حد ذاته هيعمل نقلة فيه هوية التحكيم المصري اللي وصلت لمرحلة الاحتواء اشتركوا في القناة